السلام عليكم جعفر حلقة جديدة مساء الف سمثة خلنا نتكلم على ان الدور الان بي اي ممكن ما يرجع الدور اللي رجع قبل ايام او قبل اسابيع ودخلنا في مرحلة الحسم دخلنا في البلاي اوبس ودخلنا في الحماس الكبير جدا يمكن ما يرجع الموضوع بدايته كانت مع فريق ملواكي باكس اللي كان مفروض يلعب اليوم مع فريق اورلاندو ماجيك المباراة الخامسة في السلسلة ونعرف ان ملواكي متقدم النتيجة 3-1 وقبل هذه المباراة ملواكي هم في غرفة الملابس ما دخلوا ارضية الملعب ما دخلوا صالة المباراة كان موجود فريق اورلاندو ماجيك وكان ينتظر وكان موجود الحكام لكن ما دخلوا وبدأت الاخبار تطلع عنا ما راح يلعبوا المباراة بسبب موضوع نتكلم عنه بعد شوي بس انه ما احد كان يدري يعني ما اعطوا ما تكلموا مع احد في الموضوع بس هم في غرفة الملعبس قرر رومين خلوم فريق اورلاندو ماجيك دعمهم وطلع من ملعب المباراة قبل حتى ما يحين موعد المباراة الرسمي ولما صار الموعد الرسمي صفرت وقت المباراة ما كان في اي حل فريقين كان الحكام موجودين خلاص ما صارت المباراة بعدين طلع بيان رسمي من فريق ملواكي باكس وقالوا اننا احنا مقاطعين لهذه المبارا ولا راح نلعبها وانتهى البيان السبب يرجع الى انه في ولاية ويسكونسون اللي فيها فريق ملواكي باكس تم اطلاق النار على شخص من صحاب البشرة السوداء اسمه جايكوب بلايك اطلقوا عليه الشرطة النار سبع مرات في ظهره وهو عند سيارته والموضوع طويل جدا وانا ما راح ادخل تفاصيل بس كان عند سيارة اطلقوا عليه وحتى كان ولاده في السيارة فاطلقوا عليه سبع طلقات هو ما مات ولكن في المستشوى حالته حتى خطيرة الموضوع وليس صار وليس ما صار تقلرز وبحثوا عن الموضوع هم لكن انا ابيين لك هم اعتراض بملواكي باكس والمقاطعة ليش قادة تصير بعدين حتى شفنا خبر ان فريق ملواكي باكس عندهم لاعب يعني تعرض لنفس هذه الاهانات من الشرطة مو مرحلة القتل او اطلاق الرصاص لكن تعرض لهذه الاهانات يعني لاعب في فريق ملواكي كان مصفت سيارته وفي الباركينج بشكل غلط فالشرطة عاملته بطريقة مختلفة لانهم نصحوا البشرة السوداء طلعوا من السيارة وحط حتى ركبته على ظاهرة الشرطة من هذه الامور كلها فتحسنا يعني الموضوع ممكن نصير عندهم شخصي في الموضوع طبعا لما كانوا في غرفة الملابس وقت المباراة لما ما لعبوها كانوا بعد على اتصال مع المدعي العام لولاية ويسكونسون عشان يناقشوا القضية ويتكلموا في موضوع جايكوب و بلاي ووقتها ولع تويتر بالتغريدات المؤيدة من كل مكان من لاعبين البي اي وحتى من غيرهم حتى شفنا في بداية جمال مراي يميد ان يطالب بالعدالة يعني حتى ميتشو اللي يسوي كوتي تويت اليه هو ايده بعدين شفنا لبرون مغرر انه زهق من الموضوع هذا والكلام اللي قاعد يصير وهذا الوعود كلها فواضح انه فيه تأييد لعمله ملواكي باكس وفيه غضب كبير من اللاعبين للموضوع اللي قاعد يصير من معاملات الشرطة الى اصحاب البشرة السوداء واصحاب العرق المختلف في امريكا طبعا اليوم مفروض كان فيه ثلاث مباراة اللي هي في مباراة ملواكي ومع اورلاندو وبعدين كان مفروض مباراة الثاندر مع الروكتز وبعدين طلع بيان انه تأجلت هذه المباراة اللاعبين نفسهم قالوا ان احنا ما احنا لاعبين وحتى شفنا فيديو طلع الى راسول وستبروك مع كروس بول مجتمعين كانوا مع بعض في اجتماع خاص بعدين طلع الكلام انه خلاص اللاعبين الفريقين قرروا انه ما بيلعبهم بعدين نفس الشيء اللايكرز مع بورتلان كان مفروض اللاعب لوسنجو سليكرز مع بورتلان تريري بليزر طلع بيان اللاعبين اللايكرز مع بورتلان تفقوا وقالوا انه ما نلعب المباراة بعدين طلع بيان رسمي من الانبي اي نفسهم وقالوا انه تم تأجيل الثلاث مباريات هذه الى وقت ثاني لانه قبل ما يطلع هذا البيان الرسمي التأجيل على انه وش ممكن يصير هل في عقوبات على هذا الفريق هل في شيء يعني لانه فريق ملواكي مثلا انسحب بعدين فريق اورلاندو اساسا بعد انسحب قبل ما تبدل الصافرة فوش مفروض يصير هو قانونيا في الوضع العادي في القوانين الانبي اي ان الفريق اللي ما يكون موجود وقت صافرة البداية المباراة خلاص يحسب انه خسران المباراة ويغرم خمسة مليون دولار لكن هذا تعتبر حالات ستنائية والفريقين ما كانوا موجودين وهم الانبي اي اساسا تضامنين كثير مع الفرق ومع اللاعبين في هذا المواضيع والعداء المطالبة بالعدالة وهذا الامور حتى شفت يعني يكتبوا في الملعب ومأيدينهم ان يحطوا عبارات مختلفة على ظهورهم وهذه الامور كلها فبعدين طلع البيان انه تم التأجيل لبرون رد على بيان التأجيل انه لا لا الموضوع مو تأجيل الموضوع مو قاطعة احنا قاعدين نقاطع مو انه بس تأجدت لي انبارا مرتين لا لا قاعدين نقاطع حتى انبارات اللي بعدين ما تدري واش وضحها بعدين شفنا بيان رسمي من اللاعبين من واكي بوكس وتجمعوا كل اللاعبين وطلع بيان بدأ بحثة جورج هيل انه يعني يتكلمون ليش هم ما سووا وكذا انه يقول لك احنا زهقنا وتعبنا من الاقوال اللي بدون افعال يعني هم يطالبوا موضوع العدالة والجس حتى اذا تذكروا قبل العودة الى مدينة اورلاندو او اللعب في البابل هذا في مدينة اورلاندو في القوقعة كانوا في مطالبات كبيرة بالسوشال جلس لانه كان وقتها موضوع جورج فلويد اللي قتل اشرطي بالمجلس على رقبته لمدة اكثر من 7 دقائق وثمان دقائق صارت هذا الموضوع الكثير وقتها في امريكا مع المظاهرات وهذه الامور فهم كانوا مطالبين بهذه الاشياء وصارت عن زي ما قلنا المطالبات ويكتب العبارة على ظهرهم وكذا فهم يقولوا احنا اتعبنا من اللقاوي الكثير اللي صيروا والوعود لكن يبلون افعال عشان كذا سوينا لسوينا بعد ما صار الموضوع الاخير مع جيكوب بلايك بعدين صار فيه اجتماع خاص لللاعبين والمدربين اجتمعوا كل اللاعبين والمدربين الموجودين حاليا في مدينة اورلاندو اجتمعوا وصاروا يناقشوا الأمور اجتمعوا الكل بعدين حتى طلب من المدربين انه يغادروا عشان بس يكون اللاعبين الموجودين في هذا الاجتماع عشان يكون فيه يتعتب من بعض اللاعبين على لاعبين ملوكي باكس انه سووا هذا الشيء بدون ما يتكلموا مع لاعبي الفرق الاخرى وبدون ما يناقشوا معهم يعني مثلا فريق ورلاندو ماجيك ما كان يدري كان في الملعب وعلينا بيلعب مباراو كانوا يصخنوا كانوا يعني سووا عمليات لحماء وما كانوا يدروا هم مؤيدين لقرار ملوكي باكس لكن يقول كان عطيتنا هيتزاب كان قلت لنا طبعا في هذا الوقت تصدى للموضوع اللي هو جورج هيل اللي قال ترى انا مني الموضوع لما كنا في غرفة الملابس وحنا يعني مفروض نلعب نباراو كذا انا قلت لزملائي مفروض نسوي شيء مفروض نقاطع مفروض يعني قام يقترح انه ويش مفروض نسوي عشان الموضوع اللي صاير فصار له تأييد في اي دوب الموضوع وقال خلاص ما نلعب هذا البارا في نفس الوقت حتى جيلين براون قال اللاعبين وهذه هم من واكي قاعد يعني ايدهم على قرارهم ويقول هم سوا الشيء اللي شافهه مناسب وما يحتاج حتى يبرروا هذا الشيء الى احد طبعا زي ما اقل كل اللاعبين كل الفرق مؤيدين اللي اللي عملوه من واكي بوكس ولاعبين من واكي بوكس وتشوف حتى في تويتر تغريدات لاعبين سابقين حالي كلهم يأيدوا اللي عملها من واكي بوكس ويحييوا على المبادرة الكبيرة جدا اللي سواها هذا الفريق وكل الفرق الثانية تسوي نفس الشيء بعد من الأخبار اللي عرفناها من هذا الاستماع صار فيه زي التصويت المبدئي بين اللاعبين يعني على اللي يمثلوا فرقهم انه هل نكمل الدوري أو ما نكمل بعد هذه الأحداث بعد ما توقفنا اليوم بعد ما تأجلت هذه المباريات حسب كلام الدوري هذا التصويت بعد ما شارك في كل فرق الموجودة كل الفرق صوتت انه لا لا نبغى نكمل الدوري نبغى نستكمل المباريات وهذا الأمور لكن في فريقين بس قالوا لا 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 خلاص احنا مع ايقاف الدوري وعدم الاستكمال المباريات هذا الفريقين لوس انجلوس ليكرز ولوس انجلوس اكليبرز فريقين المرشحين بقوة انه حتى يجيبوا البطول انه يوصلوا نهاي القسم الغربي وانحنا نشوف انه امنا اكثر فريقين المرشحين يعني اضافنا من الواكو وكم فريق يعني احنا موضوعنا اليوم قاعدين نحل المباريات فقالوا احنا اهم الفريقين لف التصويت اللي قالوا لا احنا ما نبغى نستكمل الدوري حتى فوقتها انه يقول لك لبرون جيمز كان غاضب جدا في الاجتماع وقام يقول يعني احنا نبغى مصاندة اكبر من ملاك الاندية انه يسووا افعال انه يساندونه في هذا الموضوع بالقوة اللي عندهم المالية وحتى يعني التأثير اللي يقدروا يسوه بحكم العلاقات اللي عندهم حتى لبرون يقول لك اول من خرج من الاجتماع وكان غاضب وطلع من الاجتماع من بداية بعد ما قال هالكلمتين ولحقه لاعبين الليكرز ولاعبين الكليبر طلعوا وما كملوا حتى بقية الاجتماع لانهم كانوا غاضبين من الموضوع كامل مش غاضبين على اللاعبين وغاضبين على اللي سووهم الواكي من الوضع اللي صاير حتى يودانس هازلم من اللاعب الكبير جدا في فريق مياميهين قال لللاعبين يعني بعدين قال تتوقعوا انه من يقدر نكمل كيف من يقدر نكمل دوري ما في لا لوس انجلس ليكرز ولا لوس انجلس كليبرز يعني اعطيهم هذا التساول يعني انه يبينلك انه الموضوع شوية سيريوس على انه يرجع الدوري وما يرجع طبعا ايش معنا تأكيد ما خلصت وعرفنا انه اليوم المساء ساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة راح يكون في اجتماع خاص باللاعبين من جديد عشان يناقشوا الوضاع الجديد وهذه الامور كلها وفي نفس الواقق بعد راح يكون في اجتماع لملاك الاندية مع رابطة الدوري مع رئيس رابطة الدوري اللي هو آدم سيلفر كل طرف راح يجتمع لحاله لانه كل واحد راح يناقش القضايا المهمة اليه القضايا المالية والقضايا اللاعبين وكيف هذا يساعد هذا وكل هذه الامور كلها فمتوقع ان بعد الساعة 6 او ساعة 7 المساء بتوقيت السعودية انه منبدأ نسبة اخبار كبيرة او اخبار كثيرة واخبار كبيرة عن هذا الموضوع والتطورات اللي فيه الان يبقى السؤال الاكبر السؤال الاهم يستكمل الدوري يتأجل يرغى كل شيء يعني ما ندري ويش ممكن يصير في الموضوع له تبعات كثيرة جدا يعني في مثلا الموضوع المالي الآن اذا وقفت الدوري او اجلتها او يعني باي حالة قلت بتكمله بتأجله بتتوقف تماما فيه تبعات المالية سواء على اللاعبين على ملاك الاندية على الدوري نفسه القنوات الناقلة الاعلانات حتى مدينة ديزني اللي انت زي اللي مستجرينها عشان تلعب فيها كل هذه المباريات ومجمع اللاعبين وهذا الفناد وكل شيء يعني كل هذه الامور عليها تبعات مالية كبيرة جدا بعد فيه اللوكاوت يعني ممكن يصير اللوكاوت الى الموسم القادم اللوكاوت يعني ان يصير فيه زي الاضراب على عدم لعب الموسم القادم لانه لازم يكون فيه اتفاق بين ملاك الاندية واللاعبين عشان يسموه CBA ان يتفقوا على شيء من الرواتب القوانين يكون هذي الامور هم عندهم اتفاق بس عدم لعب الدوري او لما اللاعبين قرروا انه ما احنا لعبين دوري انت زي اللي خليت بالاتفاق فيحق لهم ملاك الاندية يقول او لاني بغن نتفاوض من جديد لانك خليت بالعقود فممكن يصير عنهم سلطة اكبر في التفاوض يعني من حيث توزيع الروات وامور كثيرة جدا في CBA تكون فهذا الشي يعني لو صار انه الان عدم استكمال هذا الموسم حالي غير تبعات المالية اللي في هذا الموسم بتأثر ممكن شيء يأثر حتى على الموسم الجاي طبعا مطالبات اللاعبين راح تستمر لانهم هم يعني قضيتهم ان احنا نطالب بالعدالة الاجتماعية بين الجميع سواء صاحب بشرة سمراء سوداء بيضاء ووالفر ان الكل مفروض سواسي انه ما مفروض الشرطة تستهدف هذا الشخص او توقفه او تعامله بشكل مختلف مختلف لان صاحب بشرة مختلفة او انه لون اسود فهم يصور ستيريو تابين انه اكيد هذا اسود انه اكيد عنيف انه يعامله بشكل ثاني فهم يجيب لك حتى امثل انه هذا الشخص ابيض عمل قتل كده كيف يعامله شرطة هذا الشخص اسود كده طبعا انا قلت انا ما قاعد اتطرق لهذا الموضوع العنصرية ابدا لانه انت تقدر تشاهد بنفسك تحكي بنفسك لكن هم قاعدين طالبوا من لاك الأندية انتوا اغنياء انتوا اثرياء عندكم اموال كثيرة عنكم علاقات كبيرة عنكم الشركات عنكم سلطة عنكم حتى العلاقات مع الحكومة الامريكية التي تقدروا تحاولوا توصلوا اصواتنا تحاولوا تغيروا القرارات تحاولوا تعملوا شيء في مصلحة الشعب كامل مو بس الانبيئي يعني هم احنا عبارة نبغان نكون صوت الشعب احنا نبغان نوصل صوت الشعب وانتوا توصلوا للحكومة بحيث أننا نقدر نغير نقدر نصنع نقدر نصنع عدالة اجتماعية في أمريكا أوكي خليني أعطيك رأيه وأول شيء ممكن أن أجاوب عليه ووش الفيلم اللي قاعدين يساويوا لعبين البيئي لأننا نتكرر كثير حتى في تويتر في الاسناب قاعد يشوف هذا السؤال إنه وش الفيلم يعني أن العنصرية راح تضل هذا الأمور راح تضل طبعا إذا تقول بس مفروض ما يسوي شيء لأن كل شيء راح يضل فأولا هذا شيء خاطئ لأنه أي مطالبات إذا تستمر راح يصير تغيير وشفنا تغييرات سابقة وأمور كثيرة جدا أنا ما أبغير دخل في موضوع سواء سياسي أو حتى اجتماعي لكن لما أعلنوا توقف الدور ومالواكي قال ما بيلعب بعدين بقية الأنديا قاس من لعبه ولبرون قال أوقف الدور وهذا الأمور شفت الزخم الإعلامي على الموضوع شفت التأثير الكبير جدا مجرد أن اللاعمين قالوا أوه أنا من واقف حنا كده كيف قدروا يصلطوا الأضواكوها مو بس فأمريكا في العالم كله على هذا الحدث على هذا الإفنت اللي صار على هذه القضية اللي موجودة عندهم الآن أن إحنا ليش موقفين عشان اللي صار في جايكوب بلي존 ليش الانبياي ما بيلعب كده مو بس الانبياي اللي وقف الانبياي يعني محرك كبير تولا لأيش يصير في أمريكا من الرياضة لعني لما وقف الانبياي دوري البيسبول وقفت مبارياته اليوم دوري إن شاء الله وقفت مبارياته دوري القدم العادية وانكفة مبارياتها إلى أنه تأثيره كبير جدا دوري الـ NBA ولاعبين عندهم قوة إعلامية كبيرة جدا قدروا بهذا التوقف وبهذا الشيء اللي يسووه اليوم أن يركزوا الأضواء والإعلام والأخبار كلها على هذا الحدث اللي يبغوا يسوه مو بس كده زي ما يتليكم يعني لما كانوا في فريق ملواكي في غرفة الملابس تواصلوا مع المدعي العام حق ولاية ويسكونسون إنه ويش الموضوع ويش بسويته على الشرطة ويش كده يعني يبغوا يشوفوا أنه يبغوا العدالة إلى هذا الشخص إلى جايكوب بلايك وليش صار وليش ما صار ويش بتسوه للأطلقه واللي سوه وكده وهذا بس في أول يوم في أول كم ساعة يعني هذه بداية فهم يعني لما يسووا هذه الأشياء يقدروا صوتوا الأضواء يقدروا يسووا هذا يطالبوا بأشياء أكثر لأنه ساموا أنه عندهم سلطة اللاعبين لأنه يعني مش إنه أوكي منتلاعب خلاص لا تلعب من كنسل دوري لا لأنه فيه ناس تبغى فلو من لاكل أندية تبغى فلوس تبغى تسوي السيستم تبغى تدافع عن أمور تبغى تحمي لاعبينها ببعض الأمور ففيه فيه ممكن يعملوا أشياء كثيرة جدا أنا صحيح قلت إنه موضوع العنصرية أنا ما بغى أتكلم فيه لأنه موضوع معقد جدا بس اللي اللي سحلني كثير في تغريدات في تويتر إنه لاعبين لنبي اي دراما إنه لاعبين لنبي اي بس يسوها يعني مسيسين ومن هذه الأمور كلها اللي يبغى أقوله بس يعني مش إنه هذا الموضوع مش صحيح إنه السياسة ممكن تلعب وكذا بس إنه الكثير قاعد يحكم على أشياء استيريو تايبين إنه أوه أصحاب البشر السوداء مثلا كلهم عنب كلهم مخدرات كلهم أسلحة ومن هذه الأمور وهذا شي خاطئ جدا خاطئ جدا جدا الإعلام هو اللي صنع هذا الشيء الإعلام نفسه هو اللي صنع إنه كل المسلمين أرهابيين في أفلامهم السابقة الإعلام اللي قاعد الآن يروج في أفلامهم مثلا نشوف مسلسراتهم إلى الشذود الإعلام هو اللي يصنع هذا الشيء زي ما صنع فترات سابقة إنه روسيا هي العدول لمكان الحرب الباردة إن الإسلام هي المسلمين والإسلام هو العدول الأول بعد 11 سبتمبر في فترات إنه الآن الشذود في فترات إنه السود هم دائما العصابات والقانيسترز الإعلام هو اللي يصنع هذا الشيء ويرسخة في بالك ويرسخة في ذهنك فأنت تفكر صحيح أن هذا الشيء أنت ما تدري وش ممكن يصير عندهم ووش قاعد يصير من الأمور إذا أنت ما عشت هناك وما تدري أنا ما بقعد أحكي مني أنا أوه أنا اللي مدرك الموضوع في أمريكا وهذا الأمور لا لا أنا صحيح عشت هناك وأقدر أحكي في فيديوهات مستقلة عن سوالف شخصية يعني صارت لي أنا أنا شخصيا على هذا الموضوع من العنصرية لما أكون مع أشخاص سود ولما أكون مع أشخاص بيض وكيف لما وقفتني شرطة هنا وكيف لما وقفتني شرطة هنا وكيف لما أعبر حدول وكيف هذا هذه كلا سوالف أنا أقدر أقولها عن تجربة شخصية لكن اللي أبو أقولها أن دامك ما تدري على الموضوع وإنت عايش مثلا في بلد آمن وأمان أن الشرطة مثلا ما راح توقفك لأنك من أصحاب البشر السوداء أو تستهدفك بهذا الموضوع أو أنك كون معرض أكثر للإيقاف ومعرض أكثر للإهانة أو للضرب أو حتى توصل للقتل ما تقرر تحكم لأن أنت ما قاعد تعيش المعانا اللي هم يعيشوها والخوف اللي يخافوا على أبنائهم أباهم أخوانهم والناس اللي معاهم بسبب بس أنه لون أو عرق أو شيء زي كذا أنا ما أقول لك أنه ما فيها أمور تبعات أخرى بس أنه لا تقعد تحكم أنه دراما وأنه هم يبالغوا وأنه هم بس يطالب بشات كذا لا ما تعرف الموضوع ابحث عنه اقرأ عنه استفيد استفيد من هذا الشيء لهم يبغوا يوصلوا أنك تقرأ عن الموضوع مو بس تغرد أو أنه يوصل لك شيء في الواتساب وبالصدق أو كذا ابحث عن الموضوع بنفسك عسان تتأكل من هذه الأمور كلها يبقى السؤال الأخير هو الأهم هل يستكمل دوري أو لا يعني أنا رأيي الشخصي أنه راح تستمر المطالبات من اللاعبين راح تستمر لنا موضوع نحن نبغى تغييرات نبغى نشوف كذا نبغى نشوف ملاقي الاندي يدعموني أكثر يكلموا أصحاب القرار سواء وحتى بتبرعات المالية إلا ممكن نسوها للمساعدات إلا إلى جمعيات الخيرية للسود ومساعداتهم وهذه الأمور كلها لكن هذه القرارات تحتاج وقت ما في قرار يطلع لك في يوم وليلة كل هذه القرارات مجرد أنه يقول لك منسوي كذا هذه تحتاج أيام مش إنه بعد حتى تنفيذها لما يقول لك منسوي شيء يحتاج أيام فهذا الشيء راح ممكن يعني يطول في موضوع تأجيل الدوري إذا بدأ بس الموضوع بتأجيل غير إذا نتكلم أنه لا اللاعبين نجولك بكرة قال لك خلاصة بالشباب cancel يا مدير ما نبغى الدوري ما نبغى هذا الشيء إحنا لأننا تعبنا من المناقشات والكلام اللي بدون أفعال وهذه الأمور ممكن لا يقول لك أوكي نبغى بس تأجيل كم يوم نبغى هذه القرارات تصير نبغى هذه المساعدات تصير نبغى هذول الناس يتحاسبوا بسبب الشيء اللي يسووا نبغى قرارات تساعدونا في توصل صوتنا للحكومة وهذه الأمور بس مهما كان راح يطول الموضوع يعني أقل الأقل شيء يعني لو بتكون متفائل جدا أنه أوه يتأجل أسبوع شيء هذا إذا كنت متفائل شخصيا أشوف أنه إذا استمرت المطالبات واستمرت تجاهل واستمرت أحداث شرطة صر كذا وكذا اللاعبين راح يتخذوا ممكن قرار أنه لا خلاص cancel ما نبغى دوري ما نبغى شيء هو موضوع صعب جدا لكن تخيل أنه لو أنه لبرون جيمز والليكرز يقولك ما نبغى نلعب ومثل ما صار في التصويت المبدعي وكواي والكليبرز يقولك ما نبغى نلعب اثنين من أقوى العلامات التجارية واثنين من أهم الفرق واثنين من أهم المباريات لما نقولها وتجيب إعلانها وتجيب كذا هل راح يستكمل الدوري وش بكون الدوري بدون اثنين من أكثر الفرق المرشحة وأكبر علامة تجارية موجودة مثل الليكرز وأكبر اسم مثل لبرون جيمز وكواي الفاينال ام في بي الموسم الماضي ومرشح واوا يعني راح يكون الموضوع صعب جدا جدا أنه لو هذول الفريقين قالوا وهذول اللاعبين قالوا مم نو نحن لاعبين هل يستكمل صحيح؟ ما توقع بس أباستنى يعني عشان الحكم التوقعات اللي واش ممكن يصير واش نروح الموضوع نشوف بكرة واش يصير أو اليوم واش يصير في اجتماع الساعة ست سنقدر فعلا ناخذ صورة مبدئية إلى الأمور وين رايحة وقبل أن أخذتم عن الموضوع على بسرعة أرفع القبعة لفريق ملواكي باكس على المباررة اللي يسواها حقيقة يعني الشي ماهو سهل إنه ملواكي باكس فريق مرشح الفريق الأكثر فريق حتى كانت صارت في الدوري الفريق الأول مرشح في القسم الشرقي هو المركز الأول فيه وبالراحة كان بي عبر هذه السلسلة ولاعبة يانس جاي بجائزة أفضل مرافع أمس ومرشح نجي بجائزة الان في بي فمقبل على موسم تاريخي إنه ممكن حتى يجيب البطولة ويعملوا هذا الشيء يانس لما يدري ترى قبل ما يتوجهوا للببل كانت ترى في المظاهرات في ولاية ويسكنسون كان يطالع المظاهرات في الشارع مع الشعب يعني نفسه فمهتم لهذه الأمور شخصيا فريق ملواكي ترفع لها القبة على هذه الأمور إنه فريق مرشح ويسوي كده بل حتى الفرق الثاني اللي كانسلت مبارياتها قبل ما أنه يصير هذه الاجتماعات وكذا عشان تأيّل اللي عمله ملواكي ويكون صفواح ما أنه ملواكي يكون لحاله فريق أورلاندو ماجيك اللي طلع من الملعب عشان موش إنه هذا الفريق طلع لحاله وتحسب مباراة ومدري إيش لا لا إحنا معهم على الفريق هذا مع اللاعبين مع هذه القضية نفسها الليكرز والكليبرز لما قالوا إنه تصويته إحنا ما إحنا لوعبين عشان هذه القضية لي ما تنحل أمورنا وا 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 يعني إنه فريقين من المرشح عقوى فريقين في الغرب وفريقين مرشحين وممكن واحد يجيب منهم البطولة وإنه يجازفوا بالبطولة عشان هذه القضية ترى شيء موسهل ترفع لهم القبة على لبرون جيمس لبرون جيمس في موسمة 17 كم سنة باقي له لبرون جيمس العام فرصة ممكن ما تكرر لي هذه السنة إنه يجيب البطولة هالسنة إنه معه ديفوس وفريقه مرشح وفريق قوي وشفنا المستويات التصاعدية حاليا اللي قاعد ألعب بها الفريق الليكرز وممكن يجيب البطولة ولبرون يحقق إنجاز تاريخي ويجيب الفاينال الفي بي بي وا 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 من هذه الأمور كلها وحتى كواي إنه يسوي هذا الشيء بس لبرون يعني نفس سنته 17 صحيح ويمكن ما تكرر لي هذه الفرصة وإنه يقول لك لا أنا ما أبغى ألعب الدوري وأنا زعلان وأنا أبغى يصير إصلاحات والله ما ألعب وبالطقاق البطولة وهذا الأمور كأهم شيء القضية قاعد أجازف بهذا الشيء عشان القضية الأكبر وهذا الشيء يعني من الواكي الليكرز الكليبرز لبرون كواي اللوعبين كلهم الشيء اللي يسووا شيء ترى موسهل أبلا أبلا موسهل وشيء كبير جدا جدا وخليك تحترم شخصيا أنا أتكلم شخصيا خليك تحترم الشيء اللي يسووا صحيح نبغى المباريات نبغى نشوف الكورة نبغى نستمتع فيها لكن في أشياء ممكن تكون أهم عموما أنا ما أبغى أطول أكثر الموضوع لأنه أتوقع جدا أن الفيديو رح يكون طويل وطولت فيه عطونا رايك موضوع التوقف هل تشوفوا أن اللاعبين عنهم حق في التوقف أولى اكتب رايك كامل أقنعني أقنع تحت في التعليقات في موضوع التوقف هذا وهل تتوقعوا الدور يرتع يتأجل أو يلغى تماما وكالعادة لايك إذا أعجبك الفيديو إلا ما يبغى يعلقوا دائما في موجي تقدر تحطه وبس كنت معكم أنا جعفر يعطيكم العافية على مشاهده يالله السلام